فانت في مرحلة علام فانت لازم تدرك انك في مرحلة علام اللعيبة في مرحلة علام في الوقت الحالي مع اضافة لعيبة صغيرة زي محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد وامام عشور ومهند لاشين واللعيبة الجديدة يعني اللي ما لعبتش منتخب مصر قبل كده في بطولة كبيرة زي عمر مرموش دي كلها رحلة علام فانت عندك حاجة من اثنين يا تقوم هدد المعبد وتقول تعالوا نبتدي من الصفر تاني يا تقول ما تبليهم فرصة هم شكلهم مش وحش طيب اهد المعبد دي بتحصل امتى بتحصل زي اللي حصل في 2019 انا مش هسيب اجاري يعود يشتغل وانا مش شايف حاجة خالص انا شايف فرقة مش عارفة تلعب ومش عارفة تدافع ومش عارفة تهاجم مش عارفة تكسب مش عارفة توصل مش عارفة تنفس فرقة كبيرة مش عارفة يعمل حاجة في الملعب فخلاص انا هدعمه ليه يعني ما هي في الاول في الاخر يعني هو قوة مش فكرة الاستقرار هي كلمة مهمة واللي احتفاظ بالمدرب وعقد وتجديد عقد وهي كلمة حلوة بس مش دايما الحاجات الحلوة دي نكحة لان في النهاية لو انا مستقر مع مدرب في اشلهاب انا بضايع وقت انما لو المدرب اداني امارة نجاح زي انه مثلا بيعرف يتعامل مع الفرق الكبيرة وقد واجهنا المغرب كاميرون كتبوار قبل من اتغلب من السنغال زي ان المدرب يكون بنا قدرة دفاعية كويسة للمنتخب خد بالك ما تستهونش بالموضوع ده لان في ناس عمالا تقول ايه وان ندفع كويسة وان ندفع موضوع دي في الاستهونش بيها وهو عنده قدرة على تطوير الهجوم احنا ضيعنا كورس كتير وارفون كويسة ان عمر مرموش احنا عارفون كويسة هن محتاج ايه هن محتاجي لثبك كوره من رجله شوية عارفون ان انا بضان شوية محتاجي اشتغل على البيتجول عارفون ان مجدي افشا ممكن يطور وسط الملعب عارفين ان تريزاجي كان بعيد عن الفورمة واكتسبها عارفين ان احمد سيدزيدو كان بعيد عارفين ان تريزاجيه يبقى أحسن بكتير لما هيلعب اساسي مع بشاك شهير عارفين 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 كل ذا احنا عارفينه فاحنا عارفين كويس طريقنا خلينا نصبر ونشوف مورتشرف للسنغال طيب هل احنا أضعف من السنغال لا احنا مش أضعف من السنغال بس هم أكثر اكتمالا بمعنى ان سنغيال عدت باللينا بطلوب ان احنا نعدي بيه سنغيال خسر الكاسي الامم في مصر 2019 ما هدوش البيت كملوا بنا فكاية النتيجة انهم كذبوا البطولة السماية